تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية والذي يصادف 28 من أبريل من كل عام احتفاء مملكة البحرين باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يأتي ليؤكد على ما توليه البحرين من حرص واهتمام متزايد في تعزيز فيئة العمل وتوفير المناخ الملائم أمام الكوادر العاملة كافة عملت مملكة البحرين على توفير الأرضية المستقرة والآمنة في سوق العمل أمام مختلف الكوادر البشرية من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تنظم آلية العمل وتحفظ صحة وسلامة الأيد العاملة في مختلف مواقع الانتاج لا سيما في ظل الظروف الصحية المتقيرة التي حتمتها الجائحة العالمية وبتضافر مختلف الجهود الوطنية أشارت المؤشرات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية خلال السنوات الأخيرة إلى انخفاض عدد الحوادث المهنية للسقوط من الأعلى خلال الفترة من 2016 إلى 2022 لأكثر من 50% وكذلك انخفاض نسبة الحوادث المهنية في قطاع الانشاءات خلال الفترة من 2017 إلى 2022 لأكثر من 47% الأمر الذي يعكس حجم الجهود المبذولة في سبيل تحصين ظروف بيئة العمل لجميع العمال كما وضعت مملكة البحرين نصب عيونها معالجة أسباب الحوادث المهنية في مواقع العمل وتعزيز الإجراءات الاستباقية ومراقبة مشرفية السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل واختيار الآلات والتقنيات المناسبة والتأكد من التزام العمال باستخدام معدات الوقاية الشخصية والتي تسعى جميعها إلى حماية العنصر البشري في بيئة عمله ترجمة نانسي قنقر